في خطوة لدعم ومساندة القطعات الأمنية المتواجدة في الرمادي بادرت العشائر بتشكيل قوات مقاتلة للمشاركة في تحرير مناطق وأحياء المدينة بعد تطوع المئات منهم وتجهيزهم بالأسلحة والذخيرة بدعم ذاتي دون تدخل القوات الحكومية كنا هاي أبناء العشائر وشكناهم قوة للبداء للتحرير هذه المناطق مع الأجهزة الأمنية لنساندهم حتى القوة اللي جهزتها يعني جهزتها من سلاح الكاف سلاح من عندي وبالعتاد من عندي يعني دادعم نفسي بنفسي لهذه القوة نحن نتمنى أنه الطيران يشتغل قوات التحالف أو من أي قوات أنه الطيران يشتغل مية بالمية عن طريق الأحداثيات اللي ندزها وكحداثيات تنفذ وكحداثيات تنفذ تشكلت القوة وكان الدعم من كافة الإسلاح والتجهيزات والمكان والمسكن كلها من الشيخ ساند لكل القوات الأمنية اللي موجودة جيش وشرطة وفرقة ذهبية وأي كان موجود احنا مساندين إلى هذا وأكد ضباط أمنيون في التشكيل الجديد تخصيص مجموعات مدربة من قبل ضباط الجيش السابق على تفكيك العبوات الناسفة ونشر القناصة في كمائن داخل الأحياء التي يسيطر عليها داعش وتوجه آخرون منهم إلى البغدادي لمساندة المقاتلين فيها جماعة تفككون العبوات وهندسة كاملة ناس تفكك ناس تقاتل والماء الحمد لله شكرا ما قدر أقول لك أخذنا مكان الحمد لله شكرا الله قدرنا عليهم وطوقناهم إن شاء الله بكل مكان ندحرهم عندنا ناس بالبغدادي اللي بالبغدادي خبرناهم بالتهاتفيا قلنا لهم قاتلهم جرذان داعش ونعم موجودين حاليا بالحي السكني وبالبغدادي وبالعين الأسدي والحمد لله شكرا رب الله قدرهم وبكل مكان مخذولين إن شاء الله جرذان داعش بإشراف ضباط مختصين من قبل النظام السابق وتم تدريبهم بالكامل فيما أكد المتطوعون إصرارهم على طرد داعش وتحرير المناطق رغم الدعم الذاتي والقدرات المحدودة التي يواجهون بها تنظيم داعش في الرمادي من نسبة لأننا جئنا نقاتل لا حكومة طوعتنا لا حكومة مادتنا لا حكومة أي شطتنا صيد الله صيد الشيخ الطيبين العشائر اللي مادتنا بسلاح ومادتنا بفلوس وتجيزات وإعتاد وأحنا جئنا مو على راتب جئنا نطلع جرنان داعش نطالب الحكومة بأن تدعم لأنها لحد الآن أعطت الوعود للشيخ ولما تقدم أو لما توفي بأي وعد لحد الآن مادتنا الحكومة بكل شيء الشيخ طلال هو اللي تمنى هالشغلة هو اللي تجي منه وسلاح دين طينة وتجيزات دين طينة لحد الآن ما يشبنا كل شيء من الحكومة من مدينة الرمادي عمر العبيدي الحرة